أهلا بكم في محورة الثانية حديثنا سوف يكون عن الأسعار هل سنشهد ارتفاعاً في الأيام المقبلة؟ ما الذي يحدث في هذا الملف؟ الناس تشتكي من ارتفاع الأسعار فما مألات ذلك؟ قبل الأمدع حوارنا نتابع أراء لتجار ومواطنين أو لأراء لتجار بداية حول ارتفاع الأسعار نتحدث عن المواد الغذائية والمواد الثامنية قبل بداية شهر رمضان كانت الارتفاعات غير مبررة لأننا لدينا مخزوم من أول في المستودعات بالنسبة للزيوت والمواد الثامنية فرفعيتها كانت بالنسبة عالية والنسبة ملحوظة بالنسبة 30% بالنسبة لمواد الزيوت والحليب الجاف والحليب الأطفال ارتفاع أكثر شيء هو الزيت طبعاً الزيت اللي قالي طبعاً ارتفاع نسبة كثيرة عالية من الأسعار تبعته وعندك كمان المشطقات الحليب كمان واتفاع وعندك الزيوت وعندك الله مصلى على سيدنا محمد السكر مثلاً كمان تحسن شوي والروز ارتفع شوي يعني بشكل عامل بيجي المواطن بيجي بتقول مثلاً قال أنا زيته بثلاث لرات وكان يوخذه بلرتين طبعاً فيه نسبة عالية كثيرة يعني لما ارتفع يعني مثلاً عندك صنط القهوة القهوة ارتفعت بشكل مش طبيعي أكثر من 50% يعني أنا كنت أشتري الكيس بحدود 10 دنينة 11 دينار اليوم قاعدت أشتري ب28 دينار هذا أنا بحكي لك عن صنف قهوة واحد مثلاً عندك ملح الليمون كنت أشتري بحدود 15-16 يعني كبيرة 17 وصل 75 اليوم بعد التريح بعد التريح سبعة ستين ثمانية وستين مثلاً خمس ستين هذا إذا بدك تجيبه زيك قول شو إشي ما ارتفعش كل شي ارتفع قول الزيوت بأكملها ارتفعت بشكل مش طبيعي يعني بدك تقول يعني ارتفعت أكثر من النص الزيوت والسمنة والشاي بأكملها الحمص بأكمله يعني كل إشي ارتفع ممكن أقول لك بس كيس الملح اللي ما ارتفع والباقي كله ارتفع ما عندي أي تعليق غير هذا لحديث أكثر حول هذا الموضوع أرحب بضيفي الأستاذ نائل الكبريتي رئيس غرفة التجارة للأردن أستاذ نائل مساء الخير الله مسيك بالخير مئة الف لا سينضم إليني أظن دكتور هاي العبادات عضو مجلس العيان بعد اللحظات وأبدأ منك أستاذ نائل هذا تعليق تجار نعم نفعات ثلاثين في المئة وخمسين في المئة وإذا في اشي ما ارتفعك يسري ملح رأيك سيدي الكريم يعني أولا لماذا يعني الارتفاع الارتفاع ليس له أي علاقة في السوق المحلي هناك ارتفاع عالمي خلال الفترة السابقة لأسباب عديدة منها جائحة كورونا ومنها أسباب من أخرى بشحة الانتاج وزيادة الطلب على العديد من المواد الغذائية وهذا سبب أساسي بارتفاع الأسعار قبل بنوصل للبرحلة الحالية ونبرر بعض الأمور الأخرى لكن أنا بدي أرجع لأرقام إذا بتسمح لي بس بشان نبرر ونكون علميين مش بس قضية دفاع أنا بدي أعطيك أرقام زيت النخيل في تمانية ٢٠٢٠ كان ب ٦٠٠ دينار ٦٠٠ دولار آسف الطن هذا؟ بالطن نعم بالتنين ٢٠٢١ صار ب ١٠٢٠ هذا بال ٢٢١ السمنة ١٢١ ٢١ كانت ب ١٦٠٠ ب ١٢٣ ب ١٢٢٠ عباد الشمس كان ٢٠٠٠ ٢٠٠ بال ٢٢١ بال ٢٠١ صار ب ١٧٠٠ الذرة ب ٢٨٠ كانت ٨٨٠ دولار بالتنين ٢٢١ ب ١٠١ ب ١٠٠ اليوم السعر ب ١٤٠ الصوية هذا بحكي أسعار البورصة العالمية مش بأسعاره يعني أي واعة ممكن نرجع للبورصة ويطلع الأسعار الصوية ب ٢٢٠ كانت ١٧٠ دولار بحدود ب ٢٠٠ ب ٢٠٢ ٢٠ ١٠١ ٢٠ اليوم بل فين؟ هذه أسعار عالمية نحن جزء من العالم يعني لا نستطيع أن نتحكم بأسعار مادة من استوردها نستطيع أن نتحكم بالتكلفة داخل الأردن من بداية وصولها إلى البناء إلى وصولها المخزنة إلى ورسولها من مخازن أو من السودعات أو المحلات التجارية هذه التكلفة الداخلية لا تشكل إلا نسبة بسيطة هنا ما نستطيع قديش النسبة الدولارة؟ النسبة لها تزيد بين ١٥٪ بالمية في أقصى حالها ما بين شحن ما بين جمرق واليوم ما في جمرق على معظم السلع المواد الغدائية ونسبة ضريبة المبيعات في بعض المواد نسبة متوضعة جداً لكن عندما يحصل ارتفاع ٥٠٠٠ و٥٠٠ ب٢٠٠ في 2021 إلى 2022 أنا بستورد فبالتالي ارتفعت السعر لما بيحكي على القهوة في خلل في أسعار القهوة في العالم كله بيش بس بالأردن يعني أي واحد عنده جهاز كمبيوتر بيقدر يخش على البورصة بيقدر يعرفش الأسعار اليوم في بس القهوة انتفاع هائل يا سيد العالم كله وفي نقص مش بس في نقص وشحة في القهوة في العالم وهذا أسباب يعني عالمية مش أسباب داخلية أنا بدي أحكي لك يعني اليوم حقوا على موضوع ملح اللمون واليوم أنا جاني نفس التليفون إنه كان ب15 دينار وصل إلى 80 دينار ما في سبب مبرر أنا باقتنع أنا فيه لكن العالم كله صار فيه شحة وبالشحة ارتفعت أسعارها من مصدر لا يمكن لتهاجر أن يرفع هذه الأسعار لا يمكن لأنه منافسة كبيرة اليوم أنا إذا بعرف فيه سلعة بتربح معي 100% مدان ما يكون فيه تاجر بالسوق بصيره 50 تاجر مدان ما يكونوا 50 بصيره 500% لأنه الأردن بلد صغير وكل سلعة معروفة مين بيجيبها ومين بيخزنها ومين بيبيعها ومين بيوردها فبالتالي صعب جدا أنه شخص ما أو تاجر ما أن يتحكم في السوق هذا كلام لا يمكن على أرض الواقع أن يتم ولكن عندما تحصل أسعار عالمية يؤدي إلى ارتفاع ما تؤدي إلى ارتفاع أسعار في الأردن تلقائيا ولكن هناك فيه قضايا أخرى العالم يجب أن يستوعبها اليوم فيه دخل اللاعب جديد على المنطقة هو مستهلك الصين في بعض المواد كان يستهلك ما ينتج اليوم أصبح يستهلك ما يستورد يعني الصين عمره ما كان مستورد في اللحوم على سبيل المثال اليوم أصبح مستورد رئيس السبب لأنه تغير نهج الحياة بالصين ما كان يوكل لحوم حمراء صار يوكل لحوم حمراء تغير الإنسان وطريقة حياته ما كان يوكل أنواع معينة من الخضار والفواكه صار يوكل هذه اللي هو ما بنتجها اليوم الضرة صار هو مستورد أساسي كان منتج وكان يصدر ففي عديد من القضايا بالعالم اليوم اليوم الهند الصين الصين نعم باتت تستورد تستورد لم تكن تستورد هنهائيا اليوم البرازيل كان أكبر مستورد من اللحوم لها مصر تستغرب ولكن اليوم أصبح أكبر مستورد إلى الصين فبالتالي الأسعار تلقائيا بالعالم ده ترتفع يعني اليوم نشوف وين كنا نستورد ومين كصار نستورد وثانيا مين كان ينتج ومين بطل ينتج فزاد زاد الطلب وقل العرض فبالتالي هناك أسعار ارتفعت احنا جزء بسيط من العالم احنا بهذه القرية يعني مستهلكين وليس منتجين طيب دكتور هايل العبيدات عضو مجلس العيان مساء الخير مساء الخير مساء الخير أخي محمد إليك ولضيفك حالو سأله دكتور طيب دكتور هايل استمعت إلى ما ذكروا الأستاذ نائل الارتفاع ليس ارتفاعا محليا الارتفاع عالمي ويصل إلى مئة بالمئة في بعض السلع وأكثر هذه أرقام الأسعار عالميا وليست محلية لذلك كل ما يحدث في السوق بالنسبة لأستاذ نائل المبرر كونه ما في تاجر برفع سعر عراسو الارتفاع عالمي لنعكس على السوق المحلي وجهت نظرك أنا في بداية تنسيلي يعني بتمنى أن يكون في تعاون صوت مش واضح دكتور هايل بتمنى بداية أن يكون في تعاون من جميع الجهات سواء بالقطاع الخاص أو بالقطاع العام أو المواطن إحنا لا نرغب أن نخلق أو نصنع أزمة بأيدينا بل بناشد الجميع الحكمة وحسن إدارة الأزمة هاي بداية لا اسمح لي دكتور هاي راح أقاطعك إيش قصدك في اللي ذكرته معلش يا سيدي هي عملية الاحتكار باختصار يعني إحنا كمواطنين إحنا الهلع اللي بصيبنا عرفت عليك كيف الإقبال على التخزين بديو يرفع الأسعار المحلية اللي تفضل فيه الأستاذ مائل ارتفعت الأسعار بس ما ارتفعت مبالح يعني لأنه التخزين عندنا في الأوردن دائماً بحكوا منحكي وإحنا عارفين وأنا لما كنت في المؤسسة بيعرف أنه مخزوننا الاستراتيجي لا يقل عن أربع لست شهور في أي مادة غذائية أساسية وعندنا رمضان حتى برمضان يتم تسهيلات من قبل الحكومة لجميع القطاع التجاري لغاية تسهيل إجراءات الاستيراد في رمضان من جميع النواحي سواء برفع سقف الاعتمان أو بإجراءات التخليص وإجراءات الجمارة هذا من ناحية لكن يعني أنا بدي أقول للأستاذ نائل طب الرز والسكر عالمياً حسب البورصة العالمية انخفض وأيضاً القهوة انخفضت ليش ما انخفضت في الأوردن عنه انخفضت بمعدل 3% في العالم كله حسب بورصة شيكاغو وأيضاً تقرير الفا انخفضت بمعدل بين 3% إلى 5% لماذا لم نلمس هذا الانخفاض في الأوردن على ثلاث مواد أساسية الشيء الثاني احنا ما استوردنا مبارح لم نستورد مبارح العقود الآجلة هي صار عليها ارتفاع الارتفاع المتوقع أن يكون بالأسعار بنسبة 27% وليس 40% هو بشهر ستة شهر سبعة حتى عارفت علي كيف هذا 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 إشي يعني زي ما تفضل الدكتور نائل من مصادر عالمية مش مصادر شخصية سواء منظمة الفاو أو البورصات العالمية المعنية في سوق الغذاء العالمي أنا بأعتقد أنه لابد من الحكمة في إدارة الأزمة وتعاون جميع القطاعات بما فيه المواد سواء القطاع الخاص أو القطاع الحكومة هذا الشيء الشيء الثاني احنا بنحكي عن أمن غذائي شو معنى أمن غذائي أمن غذائي بحبينا من مخاطر الجوع والمرض والجريمة والبطالة أيضا وإحنا برضو بدون حروب حاليا نتيجة سوء التغذية بموت أكثر من خمسة لسبعة مليون طفل في العالم سنويا الاستهلاك البشري السنوي عفوا تقريبا سبعة وثلاثين واثنين بالعشرة بالمئة بما يعادل أربعة مليار دولار احنا في الأوردد هذا الاستهلاك السنوي تبعا عرفت علي كيف فدائما فيه تخزين سواء عند التاجر ما عدا السلع الأساسية وحتى عند التجار فيه منشآت تخزين ومواصفات تعالية وأيضا أيضا لدى الحكومة من خلال اللي هي بتستورد مادة القمح تحديدا وعندنا تخزين أعتقد أنه آمن فمن هون بقول أنه ما فيش داعي للهلع مين بلعب عناصر الهلع؟ أكيد طرفين في المعادلة الطرف الأول هو المواطن من حيث إقباله والطرف الثاني هو التاجر مع احترامي لكل تجارنا اللي نعزهم ونقدرهم دائما لعبوا دور وطني في عدة أزمان وإحنا خارجين من جائحة كورونا مقدرين الظروف مقدرين أنه كان فيه انكماش اقتصادي وأيضا يعني كان فيه مشاكل في النقل والتأمين وأيضا حاليا راح نواجه هذه المشاكل اللي هي بسلسلة الغذاء التزويد الغذاء سواء من ناحية التأمين سواء من ناحية النقل سواء من ناحية التخزين وأيضا خاصة بعد إغلاق البحر الأسود تحديدا موانئ البحر الأسود إغلاق الموانئ الأوكرانية والروسية في مسألة الشحن ولجأوا حاليا لمسألة النقل بواسطة القطارات إبقى معي دكتور هايل راح أرجع لهذا الموضوع وارتباطه بارتفاع الأسعار ورح أسمع تعقيبك اسمح لي طيب سأعود لك سأعود لك دكتور هايل اسمح لي دقيقة بدي أسمع تعقيبك أستاذ نائل عنا ارتفاع أسعار عالم موجود الإنعكاس يجب أن يكون بشهر ستة أو سبعة وليس اليوم لأنه إحنا ما استوردنا مبارح وعنا مخزون يكفينا ست أشهر بحد أدنى سيدي أولا تعقيبا على مورد بالصديق الدكتور أولا الحكمة أنه يكون هناك خزين كافي ولا يكون نقص لأي سلعة في أي فترة زمنية والحمد لله الأردن قادر وخلال الفترات السابقة عمره ما كان هناك نقص رعم وكان هناك نقص في العديد من الدول العالم المتقدمة والاقتصادية قوية ولكن عندما نتحدث على ارتفاع الأسعار وما هي مبارات الأسعار ومتى ارتفعت الأسعار سيدي الكريم الحرب الأوكرانية الروسية إلاها أقل من سبعين 14 يوم اليوم إذا بدك تقارن ارتفاع الأسعار قارنه بشهر 2 وباليوم هل هناك ارتفاع ما بين شهر الثاني من عام 2022 إلى اليوم في السلع أنا بقول لك ما في ارتفاع لكن إذا بتقارن شهر 2 بشهر 1 أو بشهر 12 2021 هناك ارتفعت أسعار متتالي لأنه ارتفعت عالمية السلع الموجودة اليوم في الأردن لم ترتفع أسعارها خلال الـ 14 يوم أو الـ 15 يوم أو الشهر الماضي فلا يوجد أي مبرر لاتهام التجار لأنه رفعوا السعر مشان وجود حوادث أو في وجود حرب ما بين هذا وهذا في منطقة ما احنا التوتر اللي حاصل بين روسيا وأوكرانيا لم يؤثر ولن يؤثر في الوقت الحاضر لم ولن يؤثر في الوقت الحاضر ولا في رمضان أما السلع التي تتفتي بعد رمضان نعم سوف يؤثر الأسعار لأنه الأسعار راح تختلف فما في داعي نتهم ونوجه حديث أنه كان الارتفاع اليوم بسبب أزمة ما أو استغلوها أحد الأشخاص لم يكن هو بقول ما في مبرر ما في مبرر اليوم لأنه لم ترتفع الأسعار اللي بيحكي ارتفع هذه الأسعار اليوم أنا أتحدى واحد يقول لي اشترى سلعة قبل شهر واليوم اشتراها بسعر مختلف لكن اشتراها الشهر الماضي واشتراها قبل ستة شهر نعم كان ارتفع القهوة لما بيحكي كانت سعر معين في سعر في 2021 ارتفعت في 22 بس من 22 على من شهر 2 إلى شهر 3 لم ترتفع من شهر 1 إلى شهر 3 من شهر 1 إلى شهر 3 لم ترتفع الأسعار ما تأخذ مرة تفعت الأسعار في السوق الأسعار بترتفع تدريجية وتنزل تدريجية حسب ارتفاع الأسواق لكن خلال الفترة اللي بني حكي فيها حاليا في الوقت الحاضر ضمن الظروف الحالية لأسباب الحرب القائمة ما بين روسيا وأوكرانيا ما صار ارتفاع في الداخل بالعكس بالعكس الأسعار ثابتة سيدي اليوم أنا اليوم يعني استمعت لأحد الأشخاص بقول لي في أحد المولات السوبر ماركت عامل تنزلات وتخفضات على الزيوت ورغم أنه ارتفاع عالمي اليوم الزيوت ونقص مش بس ارتفاع ارتفاع ونقص سيدي اليوم القوة الشرائية بالأردن ضعيفة اليوم المولات متناثرة في كل أنحاء المملكة المنافسة شديدة ولا فيه تاجر قادر أنه يسيطر على السوق ولا قادر أنه يسيطر على سلعة معينة يعني ما عندنا احتكار في الأردن؟ ما عندنا احتكار في الأردن لا تصدق بأي سلعة لأن المنافسة أشد من الاحتكار والقوة المالية الموجودة عند التجار مستعدين يحول من هذه السلعة لهذه السلعة لكن هناك فيه تاجر أقوى وعنده القدرة أقوى على الاستمرار أما نقول الاحتكار لا يوجد أي سلعة في الاحتكار دكتور هير رح أرجع لك لكن قبل ذلك سأستمع إلى رأى مواطنين حول أسعار السلع في السوق نتابع سوية في أصناف ترتفع وفي أصناف قاعد تنزل يعني بس الأسعار يعني تقريبا مناسبة بس في بعض المواد تدخل بصناعة العيشة حبوب زي الشعرية الماكرونة عندك الزيوت ارتفاع جنوني قاعد ترتفع الزيت السكر كل شيء كل شيء يعني حتى الخضراء يعني الناس علينا برمضاء شو ده تعمل لاحظنا والله ارتفاع الخضار والفواكه والزيوت والرز وما إلى ذلك يعني فيه ارتفاع ويعني أعتقد السبب هو الحرب الأوكرانية الروسية وكذلك الثقيع اللي حصل في الفترة الأخيرة فهذا كله أدى إلى ارتفاع الأسعار والله ارتفعت مواد غذائية كثير منها الرز والسكر والزيت يعني نلاقي يعني حالك تلاقي المواد غذائية مرتفعة بيوم وليلة وإحنا وين الجهة الرقبية اللي على الأسعار والزيوت والدجاج والسكر المواد الغذائية معلّبات سيد باس بدي أحكي لك خبر اليوم اليوم أسعار الدجاج في العالم المفرز ب 2400 دولار يعني واصل مخزنك اليوم يكلفك 2400 دينار يعني أنا اليوم لو تاجر بدي أجيبه وأبيعه 2440 قرش اليوم بسعر التكلفة في حدا بشتري لأنه هاي أسعار العالم اليوم الأسعار العالم ارتفعت ارتفاع جروني لا نيجي له بالتاجر أردن تاجر أردن مستورد اليوم سيدة حتى المنتج اليوم من المنتج الدجاج اليوم من المنتج الدجاج يعتبد على العلاف العلاف اليوم أصبع أسعارها ضعف وشي ستين وسبعين بالمئة فبالتالي حتى لو عندك مخزون العلاف عندك مخزون العلاف شهر شهرين لكن بعدين عندنا مخزون العلاف شهر شهرين الحكومة الأردنية حسب وزارة الصناعة والتجارة يدون عندنا مخزون بما يتعلق بقضيتين أساسيتين اللي هي القمح عندنا حد 15 شهر والشعير اللي هو جزء من العلاف لفترة حوالي 11 شهر لكن احنا بنحكي بمخازن التجار مخازن التجار عادة الوضع الطبيعي ما بين 3 شهر و 6 شهر بس لا يعني أنه 3 شهر و 6 شهر لو سكر الباب لأنه 3 شهر في مخازنه لكنه عنده باخرة الشهر الجاي عنده باخرة الشهر اللي بعدها فبالتالي دابة الخزين لو صار إغلاق للأردن عندنا ما بين 3 شهر و 6 شهر بالراحة اليوم أنا كنت مع عطوفة مدير عام الجمارك وعطاني رقم 47 800 حاوية من شهر واحد إلى شهر ثلاثة وصل الأردن هذا رقم هائل فبعالاته عندنا خزين ما في توتر بس هذا كان على سعر غالي كله؟ الأسعار هي متفاوتة لأنه أنا اليوم حاوتي وصلت بشهر اثنين متى طلبت البضاعة؟ متى ربطت؟ ومتى نشحل لي؟ اليوم بتعرف أنه أنه بدنا شهر أو شهرين مشان نلاقي حاوية فارغة وبدنا شهر و شهر و نصف مشان توصلنا فمتى بتربط البضاعة بسعر؟ ومتى بتشحلك مرات بسعر؟ حسب المادة اللي بتتعامل معها فبالتالي يعني لا بستطيع أنا أقول لك أنه اليوم هذا السعر التفعل لأنه الحاوية وصلت اليوم بسأل متى ربط الحاوية؟ متى دفع قيمة الحاوية؟ يعني هذه المعادلة الأساسية سيدي فبالتالي وأسألها بحكي للجميع يعني هذا يعني جزء من ارتفاع السوق يعني أنا تعقيبا على بعض الإخوان اللي بحكوا عن الخضار الفواكه يأخي الخضار الفواكه المنتج المحلي بارطبط في عوامل عديدة يعني هذا المزارع لما بصيب سقيع لما بصير عنده صحارة البندورة بعشر قروش وتكلفتها الفعلية على الكيلو عشر خمس عشر قرش بشان تزراها وتنتجها وتقطفها وبيبيع لك الصحارة بعشر قروش لأنه السوق كان في زخم بالإنتاج ما أحدا بقول له والرايح لكن لما بصير سقيع وبصير بيحب أربعين قرش بتقول له تعال في ارتفاع وهذا وضع طبيعي سيدي فيه عرضه فيه طلب هذا المزارع بخسر سنة سنتين ثلاثة ما بجيه موسم كويس بحاول يعوض اليوم برمضان وإحنا قادمين على الشهر الفضيل أحسلك رمضان بدي أخصته محور متخصص دكتور هايل أسمع تعقيبك يعني فضل 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 يا سيدي فضل يا دكتور هايل عدالة التوزيع مهمة دكتور هايل اللي بيحضر بيعطوه وقت أكثر لا يسي فضل يا دكتور هايل حقك محفوظ في الوقت أكيد دكتور فضل احنا جديعا في قارب واحد أنا زي ما تقولكوا بالإحصائيات صحيح يعني بالنسبة لإستيرادنا واعتمادنا على مش بس القمح من أوكرانيا وروسيا أوكرانيا وروسيا عمليا يعني العالم كله باعتمد عليهم تقريبا من نسبة 60% ل70% من موضوع يعني خاص الدول العربية عفوا دول العربية العالم باعتمد 20% 29% بالضبط إلى 30% على صادرات القمح والدرى والشعير في أوكرانيا وروسيا العالم العربي مع الأسف يعتمد على تقريبا 60% من استيراده إلى 70% وفي بعض الدول 80% على استيراده من مادة القمح والدرى والزيوت النباتية من روسيا وأوكرانيا معا احنا بالأردن نعتمد تقريبا ما يقارب 11-12% أعتقد نسبة استيرادنا من القمح الأوكراني وقلت كانت قبل فترة أقل لكن أنا اللي دائما بثير انتباه الواحد بحكم وأبو رجل يعرف الحكيات كنا نحكيه سابقا أنه مسألة الخبز سلعة أو القمح سلعة أساسية ما بدخل بس بالخبز ما عندك المواد الثانية اللي بدخل فيها الطحين في المعجنات وفي الحلويات وغيره فإحنا هنا يعني صراحة نخشى دائما هذا الهلع أن يثير مش بحنا نحكيش عن الأردن طبعا هذا الحكي رح يتعاني منه كل الدول العربية إثارة احتقان اجتماعي عرفت علي كيف هذا ما نخشى منه وسبق أنه في دول تأثرت بمسألة الخبز مثل مصر والسودان وغيرها في مسألة رفع الدعم وين بتخاف أنت من رفع الدعم لأنه هذه السلع مدعومة من الدولة رفع الدعم مسألة يعني بتحط الدولة تحت ضغوط اجتماعية بتفاعل أسعار يحطنا تحت ضغوط اجتماعية من هنا منحكي إحنا أنه الحكمة وإدارة الأزمة بدأني وصبر وأيضا مراعاة هم المواطن كما هو هم التاجر إحنا لا نتهم أنا شخصيا لا أتهم التاجر أنه بعمل هيك بس هادو إخواننا المواطنين عم بيحقوا أنه إحنا أسبوع الماضي يعني صار فيه اختلاب بالأسعار وأنا جبت أمثل على ثلاث مواد أساسيا خفضت وما زالت منخفضة عالميا الرز والسكر والقهوة ومع ذلك إحنا من عشر سنين القهوة ما نزلت عن عشر اتنا عشر دينار عاسمي المثال والسكر سعر نحافظ عليه وأحيانا يرتفع أنا هذا اللي بحكيه أنه انعكاس الانخفاض العالمي حسب البورصة العالمية لا يلمسوا المواطن الأردني حتى أكون صريح والحكي هذا كنا نحكيها أبو رجل سابقا الشيء الثاني أنه حاليا فيه مواد متأثرة بموضوع الأزمة الروسية الأوكرانية وهي المواد أساسية وحيوية اللي هي الجمح والدرة وزيد عباد الشمس والحمص واللوز والحبوب كلها فلابد أنه نفكر بإدارة أزمة بالشراكة مع القطاع الخاص وليس منفردين يعني جهة أنا مش جهة عقومية طرعا أنا بحكي عن شراكة حقيقية شراكة من يعني بناءة لتحقق عناصر الأمن الغذائي من خلال توفير المواد ومن خلال نظام إطعام مستديم وأيضا أنظمة تخزين وتوزيع وأيضا إحنا ما منحب تكون مطالب القطاعات التجارية ليس اتهاما هذا ما منحب تكون مطالب القطاعات التجارية مرتبطة بحدوث أزمة هذا لازم جميع يستمعون له سواء كان رسمي أو قطاع خاص وأيضا نتفهم هذه المطالب وأحنا معارفين أنه كورونا صار في تحديات كبيرة وأعباء كبيرة على الاقتصاد الأردني كافة من هون يعني صراحة أنا بقول أنه لحد الآن على مدى عشرات السنوات الماضية وإحنا صار وحنا نسمع مشكلة القمح ومشكلة الخضار وأحيانا فيه انقطاع وأحيانا فيه ارتفاع وهكذا أنا بعتقد أنه لابد من الارتعاد عن السياسات الاقتصادية العقيمة سواء كانت اقتصادية أو زراعية والبحث عن بداء سواء نحن عندنا سبع مصانع عسبية ومثال زيوت النخيل نحن نستورده كله العودة إلى الزراع ودعم المزارع وتخصيص لقاء زراعية لزراعة مش بس القمح عندك الشعير وعندك الدرة وعندك غيرها والعودة إلى الأصناف القديمة وأبو أخ محمد أكيد أبو رجل العرب في الأصناف القديمة من القمح اللي هي كانت تضم الأجدور والشعير والشوفان والقمح الخلطة هاي طب ما هذه بلادنا تستطيع يعني نستطيع أن نزرحها ليش ما نزرحها؟ هذا بحكي عن سياسة زراعية البحث عن بداء نقدر نزرع قمح يا دكتور هايل؟ نعم نقدر نزرع قمح؟ نقدر نزرع قمح وعندنا لقعة زراعية واسعة بس بدك إرادة لزراعة القمح أنا بحكي لك ياها بدك إرادة لزراعة القمح بحكيها وأنا بحكيها وأعرف شو اللي بحكي بدنا نتزم بإرادة حتى نزرع القمح ولكن مش أروح أنا أمسط الإقراض الزراعي تعطيني عشان أزرع فراولة تعطيني قروب وترهق المواطن بقروب وأزرع تفاح ومشمش لا تعطيني قروب أزرع قمح تعطي المواطن أنا أبسط أعرفت عليك يا من هون عقم السياسات السابقة والتقليدية يجب الإبتعاد والإقلاع عنها الاقتصاد الأردني تلقى ما يكفي من الصدمات خاصة في الآمن الأخيرة تلقاها يعني وتحمل أعباء أعرفت عليك يا هذا ما نعم سيدي واضدك تور هايل سأعود لكم أعضي في الكلمة نرح أسألك عن رمضان وأسمع تعقيمة كلمة أور الدكتور هايل يعني يا دكتور هايل يقول لك وانتوا كنتوا حضروا شيء معاعد مع بعض منذ الأزر صحيح؟ صحيح يعني مش مستجد الموضوع موضوع قديم حديث وإحنا مرينا في أزمة المفروض أننا تجاوزنا الأزمة أزمة كورونا أقصد فعنا الحذر والحيطة والتحوط وهل في شراكة حقيقية بعد الفاصل نواصل بقاونا نواصل حوارنا وضيفنا الكرام مواصد نائل توقفت عند رمضان نعم في ارتفاع في رمضان سيد الكريم أنا بأكد لك أولا قبل أنه ما يكون هناك في ارتفاع ولا يكون ارتفاع أنا بأكد لك أنه كل السلع اللي إحنا متعاودين نشتريها راح تكون متوفرة بشكل كبير وفي كل منطقة جغرافية في المنملكة الدينة الهاشمية هذا اللي هو الأهم تاني ارتفاع الأسعار في رمضان أنا بأكد لك لن يكون هناك ارتفاع بالأسعار باستثناء أول يومين ثلاثة من الاستهلاك فبيتم ارتفاع بعض الأسعار الخضارة والفواكه ولكن بعد اليوم الثاني والثالث الأمور بترجع طبيعية وبرجع السوق إلى ما كان عليه وبترجع الأمور مطمنة وما في أي داعي لأي قلق وما في داعي لأي تخزين لأنه التخزين أصلا بضرك وهو طريقة غير محببة لأنه أنت بتفقد جزء من تخزينك لأسباب عديدة فبالتالي الطريقة الصحية يعني تشتري حاجتك وحاجتك لو بدك إياها لأي يومين بتلاقيها بعد ثلاثة أيام وبتلاقيها السبوع القادم ولنهاية الشهر فما في داعي وأنا بحكي أنا بتحمل مسؤولية هذا الكلام ما في داعي لأي سبب من أسباب بنقص السلع وما لن يكون هناك ارتفاع أسعار نهائي لمعظم 99% من السلع ولا إيش سيدي اليوم مخزوننا موجود ومحلاتنا التجارية موجودة سيدي فيها بضاعة تكفينة وفيش قوة شرائية سيدي ولا تنسى أنه المعاشات بتنزل بنهاية الشهر 26 ما بيجي رمضان اثنين الشهر ما فيش شي قوة شرائية فبالتالي التجار بدها تبيع بضاعتها راح تعمل منافسة قوية ما بينها وتأدي إلى تنزلات وتأدي إلى عروض تلاقي الأسعار يمكن أقل من الأسعار العادية وهذا كلام خده مني وأنا على الهوى بحكي هم أتحمل المسجد بعد رمضان سيدي بعد رمضان البضاعة القادمة الخوف والتخوف وما حكى الدكتور بداية أنه يجب أن يكون هناك دارة أزمة ونفكر في المستقبل ما بعد رمضان راح يكون فيه ارتفاع عالمي وراح يكون فيه شحة في التوريد لكن إحنا الأردن والحمد لله تجارنا قادرين يفتشوا على مصادر أخرى وقادرين أنهم يروحوا على مصادر مختلفة ويوفر البضاعة وأنا بس بذكر يعني المواطن الأردني والكل خلال جائحة كورونا لما اجتمعنا في بداية الأزمة ما بين الحكومة والقطاع الاقتصادي بكافة أطيافه كان الهم للدولة أن يكون عندنا خزين يكفينا لستة شهر القطاع الخاص استطاع أن يوفر كل السلاء بلا استثناء كانت كماليات ولا أساسيات ولا مواد مستهلكة بنفس الأسعار التي كانت سابقا وبنفس الكميات وخلال فترة جائحة كورونا وما صارعنا نقص وعندنا القدرة نفس الوقت نحن لفترة قادمة لكن يجب أن يكون هناك في فريق عمل مشترك سمي ما تسميه لجنة مجلس اقتصادي مجلس أمن غذائي يحط استراتيجيات مستقبلية حفاظا على استمرار الاستراتيجية التخزين الموجودة عندنا خوفا من أي تطورات في العالم لا نستطيع ولا نملك السيطرة عليها دكتور هاي الأسماء تعقيبك الأسعار في رمضان لن ترتفع كل القلق لما بعد رمضان ارتفاع اليوم ما بعد رمضان قد نشهد المزيد ومزيد بارتفاعات وارتفاعات اليوم ناستوريت اللحظة تفضل أنا يعني بشارك كثير سعادة الأخ أبو رجل يعني باللي تفضل فيه ولكن البحث عن بدائل البدائل راح تكون مكلفة وحاليا راح تكون مكلفة لأنه حتى حكينا عن الموانئ أغلقت والتصدير يتم من خلال حلقات أخرى السكرة الحديدية ودول أخرى والبدائل الأخرى يرد بكتوح على الدول أمريكية اللاتينية وفرنسا لاستيراد بعض المواد والأمورجنتين وغيرها راح تكون مكلفة أكثر أنا بعتقد أنه اللجوء إلى الاحتياط الغذائي يجب أن يعاد ترتيب أولوياتنا لللجوء إلى الاحتياط الغذائي إذا كان هذا الكلام حتى نخفف انعكاسات الأزمة على المواطن وأيضا على التاجر لأنهم اثنين طرفين معادلة وأنا بقول لك لا أنه في موجة أسعار قادمة ولا بد من يكون فيه انذار مبكر وإدارة أزمة زي ما تفضل أبو رجا ولكن هذه كلها العوامل القادمة سواء النقل والتخزين وطول أمد الأزمة وغيرها سوف تشكل عوامل ضغط على الأمن الغذائي والغذاء الآمن أيضا هذا سوف يتبع سلسلة التوينية ستطول وسوف ينعكس بأسعار أعلى ولكن نقول أنه لا بد من الصبر والحكمة في إدارة الأزمة وأيضا ننتظر شهر ستة مش مباشرة نرفع الأسعار وأنا أضم صوتي في نقطة مهمة جدا بعجالي أرجوك دكتور أنت كرم لابد أنه من رفع سقف الاعتماد التجاري لأخواننا التجار من قبل البنك المركزي ويكون البنك المركزي شريك أساسي في أي لجنة قادمة لإدارة المخزون أو البداء نعم أشكرك كل الشكر وكتور هاي لأبعدات عضو مجلسة عيان كنت معنا وأشكر أيضا ضيفي رئيس غرفة تجارة توريلا أستاذنا الكبرية أشكرك كل الشكر مشاهدي الكرام إلى هنا وصلنا لختام حلقة الليلة نلتقي غدا تصلحنا على الخير